تتصعد حدة التوتر بين مصر وإسرائيل بوتيرة متسارعة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأكثر من ثلثي محور فلادلفيا وسيطرتها على معبر رفح في الوقت الذي تضغط فيه تل أبيب وواشنطن على القاهرة من أجل القبول بالتعامل مع السلطة الفلسطينية في المعبر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية كدت الحكومة المصرية أنها لن تقبل بالوجود الإسرائيلي على معبر رفح معطبرة أن تل أبيب تحاول ابتزاز القاهرة من الناحية الإنسانية بالحديث عن المساعدات إلى غزة من جهته قال وزير دفاع المصري محمد زكي أن الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين على أساس حل الدولتين وزير الدفاع أكد على أن الجيش المصري قادر على مجابهة أي تحديات تفرض عليها وأن الدولة المصرية لديها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة أمنها القومي هذه تصريحات وزير الدفاع المصري اليوم ينضم إلينا في هذا الحوار من القدس الكاتب والبحث السياسي السيد شلومو جانور وأرحب بضيفي من القاهرة الكاتب الصحفي سيد محمد أبو الفضل أهلا بكما دعني أبدأ بسيد شلومو جانور ضيفي من القدس سيد شلومو لا نسمع كل يوم تصريحات من وزير الدفاع المصري لكن عندما يخرج وزير الدفاع ويقول بأن مصر قادرة وأنها تضع أنها القومي أولوية بتأكيد ليس هذا التصريح لا يبغي أن يمر مرور الكرام أنتم في الداخل الإسرائيلي كيف ترصدون هذه التلويحات المصرية بساء الخير يجب الإشارة ولدا بأن ليس هناك أي تعقيب إسرائيلي رسمي أو غير رسمي على هذه الأقوال أو ما يصدر من القاهرة من تصريحات أو أيضا تناول العلاقات الإسرائيلية المصرية خاصة في هذه الفترة ومنذ اندلاع حرب أكتوبر التي فردت على إسرائيل ولذلك يجب أخذ كل ما يقال بحذر نعم هناك تباين في المواقف بين مصر وإسرائيل هناك خلافات ولكن كل هذا يتم بواسطة الهدوء والحفاظ ومراعاة معهدة السلام عن طريق قيام وفود إسرائيلية أسبوعيا بزيارة الكاهرة والاجتماع بكبار المسؤولين المصريين في الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة لإيجاد حلول والتغلب على المشاكل الثنائية المتواجدة في كل البلدين ولا سيما موضوع محبا الرفع ولكن يجب هنا الإشارة بصورة واضحة البلدين يحافظون على معهدة السلام بالدقة وأن إسرائيل منذ حرب منذ شهر أكتوبر لم تخرق بندًا واحدًا من معهدة السلام أو ملاحظة لذلك يجب الإشارة هنا بأن الطرفين يحافظون على المصالح الإستراتيجية ويفهمان واحد الضائقة التي يعاني منها الطرف الآخر وإمكانية حل هذه القضايا بالطرق السلمية وأعتقد بأن أكوال وزير الخارجية المصري هي أكبر دليل على ذلك حيث أشار بأن معهدة السلام هي ركو نهام في العلاقات الإسرائيلية المصرية وأنها هي الضمان لحلول الاستقرار في شرط العزيز أعتقد بأن هذا هو أكبر ضمان لهذه المعادلة سيد محمد أبو الفضل ماذا قرأت في تصريحات وزير الدفاع؟ كما ذكرت لا نستمع إلى هذه التصريحات كل يوم لا يخرج وزير الدفاع للحديث كل يوم التحدث عن الأمن القومي المصري والتحديات التي تستطيع مصر مجابهتها ما الذي أراد وزير الدفاع المصري قوله في طيات هذه التصريحات؟ أعتقد أنه في السياق المصري العام الذي يستخدم الأداتين الأداء والحفاظ على السلام كخيار استراتيجي بالنسبة للدولة المصرية لكن يبدو أن الاستجازات الإسرائيلية من حين لآخر في المنطقة بحاجة إلى تأكيد من قبل القيادة العسكرية المصرية حول تأكيد السوابط المصرية فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري أعتقد أن اللغة التي تحدث بها وزير الدفاع هي لغة كما وصفها حكيمة تتعلق بوضع الضوابط المعينة فيما يتعلق بما يجري في هذه المنطقة الحساسة الجيش المصري معتاد من حين لآخر يجري مناورات معتاد قيادته أن ترسل رسائل إلى من يعنيهم الأمر بأن الجيش المصري على جاهزية عالية جدا ومستعد لكل الاحتمالات بما فيها لقدر الله القيار العسكري الصبر الاستراتيجي المصري الذي كانت تتعامل به مع أحداث غزة يبدو أن هناك نوع من أنواع التغير أو التحول في هذه النقطة هناك رسالة برسالة بحسب الكثيرين إسرائيل تجاوزت في حق مصر ومصر كانت لوحت أكثر من مرة بأنها لن تسمح بالتجاوز الإسرائيلي التجاوز الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يعمل حسابات كبيرة جدا للموقف المصري ولا يريد أن يصل الغضب المصري إلى أقصى مدى هناك واحدة من الدول الكبرى وهي الولايات المتحدة هي ضامنة أساسية لمسألة الصمود واستمرار السلام بين مصر وإسرائيل وكما قال ضيفكم أسرائيل حريصة على الحفاظ على السلام كخيار استراتيجي ومصر أيضا وتردد ذلك على ألسنة الكثير المسؤولي لكن هذا الخيار استراتيجي الذي متعلق بالسلام لا يعني إطلاقا عدم وجود خيارات أخرى قد تكون خشنة خاصة في ظل التمادي الإسرائيلي من الوقت لآخر على منطقة الحدود من ناحية جهة رفح إسرائيل تقوم بعمليات محدودة نوعية حتى لا تغضب الطرف المصري ربما تكون هذه العمليات المحدودة مرت بدرجة أولى وبدرجة ثانية وبدرجة ثانية حتى تتحولت في النهاية إلى قنبلة يمكن أن تكون موقوتة ومع ذلك تريد إسرائيل أن ترسل رسائل من حين إلى آخر للقيادة المصرية في تسمين العلاقات بينهم ولا تريد تعكير صفوها وإن كانت عكرت صفوها بالفعل وهناك تصريحات كثيرة من المسؤولين المصريين وضعت الكثير من الضوابط فيما يتعلق بطبيعة العلاقة وهناك تلميح أو تلويح بأن هذا يؤثر على التفاقية السلام بأن هناك ضوابط معينة إذا خرجت عنها إسرائيل أو تمادت فيما يتعلق بتهديد الأمن القوم المصري بشكل مباشر سيكون هناك ردود قد لا ترضاه إسرائيل وقد لا ترضاه الولايات المتحدة حديث إسرائيل اليوم حول إجراء عذرني سيد محمد أبو الفضل سأعود إليك مرة أخرى سيد شرومه هل إسرائيل بالفعل ترى هذه الخطوط الحبراء التي رسمتها مصر؟ يعني وصلت إسرائيل إلى معبر رفح الجانب الفلسطيني من معبر رفح رفعت العالم الإسرائيلي عليه قامت بتقريبا احتلال جزء كبير من محور فلادلفيا الذي حذرت مصر من احتلاله قامت بتوجيه عمليات عسكرية في مدينة رفح التي حذرت مصر من القيام بها ما هو الخط الأحمر الذي لن تتخطاه إسرائيل مع مصر إذن؟ إسرائيل لم تتخطى أي خط أحمر بمفردها ضد مصر بل كل إجراء قامت به في محيط مدينة رفح ومعبر فلادلفيا أو الحدود الإسرائيلية المؤسف الحدود بين قطاع غزة وبين مصر كان بعلم مصبر من كبل الكيادة المصرية وأيضا للولايات المتحدة إلى درجة كيام ورئيس الأركانة الإسرائيلي ورئيس الجهاز المقابرات الإسرائيلي بزيارة مصر وبزيارة القاهرة والاجتماع إلى الكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين المصريين وإطلاعهم على البرامج يتقول أن إسرائيل لم تتجه لم تأخذ أي خطوة إلا بعد إعلام القاهرة هذا ما تقوله سيد جنور بالضبط بالضبط وأيضا أعلنت إسرائيل القاهرة قبل الكيام بالعملية في رفح وذلك قبل حتى إطلاق التلقى الأولى ولذلك لعدم إحداث أي مواجهة أو أي التباس أو أي تباين أو أي خلاف على هذا الموضوع هكذا هو الأمر اليوم الكوات الإسرائيلية اليوم المتواجدة في أحياء مختلفة من مدينة رفح وباستطاعتها طبعا احتلال كافة مدينة رفح واحتلال كافة محور فيلادلف ولكن لم تتحرك الكوات الإسرائيلية إلا بأمر وبانتظار أمر موافقة وكرار من المستوى السياسي الإسرائيلي هذا القرار لم يصدر عن المستوى السياسي وذلك لأن إسرائيل ومصر لهم مصالح مشتركة وتعرفان الواحد موقف الآخر فيما يتعلق بموضوع استكمال احتلال الجزء المتكمل لمحور فيلادلف والذي يحتوي على أنفارة التهريب القائمة بين البلدين ولذلك هناك تحفظ إسرائيلي وهذا هو ضمن الخطوط الحمراء التي لا تنوي إسرائيل تجاوزها في هذه المرحلة دعني أذهب إليك سيدة محمد أبو الفضل ما مدى التساق ما يقول سيد شلومو جانور ما يعبر عنه مع الواقع وما يجري على الأرض فكرة أنه لم تتحرك إسرائيل إلا بإعلام الجانب المصري وأن مسألة السيطرة حتى على معبر رفح لم تتم إلا بإعلام الجانب المصري والجانب الأمريكي ما مدى دقة هذه المعلومات ما الموقف المصري أصلا أين القاهرة من كل ما يجري هذا طبع حديث ديفكم غير دقيق بالمرة لأن هناك تصريحات على لسان مسؤولين مصريين كبار لوسائل إعلام مصرية قالوا أن لا يوجد تنسيق أمني مصري إسرائيلي في هذه اللحظة وحتى القيام بعملية معبر رفح كيف تنسق مصر أمنيا مع إسرائيل وهي لديها تحفظات واضحة فيما يتعلق الدخول إلى معبر فلاديفيا كيف تنسق مصر أمنيا مع إسرائيل وهي التي تحكمت في معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفضت إدخال المساعدات طالما أن تواجد الأمن الإسرائيلي موجود على الضفة الأخرى كل هذه الأسئلة تجيب على جزء مهم من مغلطات ضيفكم للأسف من إسرائيل هذه النوعية من الفخاخ أو من محاولة توريد القيادة المصرية فيما يشبه أن هناك نوع من أنواع التواطل الأمني مع إسرائيل أعتقد أن هذه فتنة مصرية فلسطينية غير مطلوبة بالمرة تتراكم أو تتضاعف إلى فتن أخرى حاولت إسرائيل ترديدها قبل دخول معبر رفح على الجانب الفلسطيني وهو أمام محكمة العدل الدولية عندما تحدثت إسرائيل عن مغالطة فجأة وتتعلق بأن مصر هي التي ترفض إدخال المساعدات من معبر رفح الآن العالم كله يشاهد بتقارير منظمات أممية وبتقارير منظمات حقوقية عديدة أن إسرائيل هي التي تتحكم في معبر كرم أبو سالم وتتحكم في معبر رفح هي التي تمنع دخول المساعدات كيف تدخل المساعدات من قبل مصر وهناك سيطرة إسرائيلية لا أحد يعلم المدى الذمن الذي يمكن أن تصل عليه الاقتراح المصري حسب متابعتنا أن تكون هناك سلطة فلسطينية بصرف النظر عما إذا كانت حماس أو غيرها لكن لابد أن تكون الجهة فلسطينية حتى تيسر دخول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني أما أن تتحكم إسرائيل في هذه المسألة فهذا يعطي انطباعات ويرسخ الفخاخ التي تريد إسرائيل ترويجها وهي أن مصر متواطع أو متعاونة أو هناك تنسيق أمني مصري عالي المستوى لو هذا الكلام صحيح لما وقفت مصر ولما رددت على الإنسان الكثير من المسؤولين فيما يتعلق بأن هذه الجزئية غير صحيحة وكاذبة بالمرة حتى هذه اللحظة لو هذا الكلام صحيحا لكانت مصر أدخلت المساعدات ولكانت مصر تعاملت مع الواقع الإسرائيلي حاليا على الضفة الأخرى من رفح ليس هذا كل شيء واسمحوا لي سيد محمد أبو الفضل وسيد شنوبو مصر أيضا لوحد بالانسحاب من جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية دياء رشوان قال إن إسرائيل تشن حملة تهدف للتشكيك بالدور المصري دعونا نترى هذه الحملات من الطرف الآخر تمرار هذا التشكيك في المواقف المصرية الإدعاة الكاذبة لأن مصر قد غيرت في المسودات الخاصة بعملية المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل على الرغم من عدم وجود أي طرف آخر حضر هذا سواء الطرف الأمريكي أو الطرف القطري قال هذا فإن مصر ترى أن الاستمرار في هذا سيؤدي أولا إلى تصعيد الأوضاع في الموطقة أن مصر قد تجد نفسها مبطرة للانسحاب من هذه الوساطة التي لم تدخلها إلا بإلحاح وأكد إلحاح وطلب أمريكي وإسرائيلي وانسحاب مصر إذا حدث لا يعني أنها ستذهب بعيدا عما يعدص المنطقة سيد شلومو تشعر مصر بأنه يتم التشكيك والإساءة لدورها في الوساطة بالنظر إلى أنها هي الوسيط الأهم بحسب ما تراه القاهرة بحسب ما يقراه الكثيرون بالنسبة لإسرائيل وبالتالي عملية أو التشكيك أو الإساءة للدور المصري ستعود سلبا ليس على مصر ولكن على إسرائيل ما رأيك في الرد المصري على التقارير التي أشارت إلى أن مصر غيرت فيه أو يعني قامت بتغيير وعدلت فيه ما تم الاتفاق عليه بخصوص صفقة الرهايب صلت هذه الصفحة خاصة بعد التعليق أو ما صرح به رئيس وكالة الاستقبارات الأمريكية بونز الذي أيضا هو أعرب عن موقفه غير المرتاح مما حدث قبل أسبوعين ولكن نحن نتطلع إلى المستقبل لا شك أن لمصر دور محوري في موضوع الوساطة بين إسرائيل وحماس كما ثبت ذلك خلال السنوات الأخيرة ولذلك إسرائيل تنضي كودومان الليلة الماضية بمجلس الحرب خول الوفد الإسرائيلي المفاوض استئناف الاتصالات مع مصر لكي تكون بتحريك موضوع المفاوضات والوساطة لكي نجد حلا أخيرا ونهائيا وسلميا وسليما لموضوع المخطوفين المية تمانية وعشرين من الإسرائيليين لذلك لا يجب أن نعود مرة ثانية إلى ما حدث هذا ما حدث هذا ما يحدث الآن هذا ليس موضي هذا الحاضر ما زالت المواقف الإسرائيلية لم يتم التراجع عنها من قبل ويعني ربما يؤكد هذا الأمر سيد محمد أبو الفضل سيد محمد التصريحات الأخيرة لسيد رشوان تقول أن مصر مستأة جدا من التشكيك في دورها وبالتالي ما مدى جدية القاهرة بالفعل التراجع عن دور الوساطة كما ذكرت سابقا أن كل التصرفات المصرية هي تريد وضع النقاط على الحروب فيما يتعلق بما يتردد من أكاديم سواء كان من الجانب الإسرائيلي أو بعض وسائل الإعلام الأمريكية عندما تم الحديث عن تغيير في مسوادة الاتفاقية أعتقد أن لم يتم إسناد الحديث إلى مصادر معلومة كما قالت البيانات المصرية وكما ذكر السيد ضياء رشوان في هذه المسألة في حين أن ضياء رشوان مسؤول مصري رفيع وتحدث بشكل مباشر وأنكر هذه المسألة أخشى ما أخشى أن تكون المعلومات التي وصلت لي صحيحة فيما يتعلق بأن التغيير المسودة حصل في حضور بيرنز وهو الذي قام بها وبقط يده إذا تم تصعيد في هذه المسألة أخشى ما أخشى أن تتخلى مسعى تحفظها الدبلوماسي في وجود بيرنز هذا ما تقصده هو الذي قام بالتعديل هو الذي قام بيرنز هو الذي قام بتعديل بيده إن كان هناك تعديل حقيقي وإلا لما كانت الولايات المتحدة تصبر كل هذه المدة ولما كانت إسرائيل أرسلت وفدها مرة أخرى إذا كانت مصر وسيد غير نزيه كيف سترسل إسرائيل وفدها إلى القاهرة اليوم أو غدا وكيف سيعود مرة أخرى رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز إلى المنطقة مرة أخرى خلال الأيام المقبلة أخذ رد من سيد شلومو على هذه النقطة وكيف تتحدث قطر الوسيد طيب لو تسمح لي سأعود إليك سيد شلومو ما ردك على هذه النقطة لأن الاتهامات الإسرائيلية على أن مسودة الاتفاق تغيرت وأن هذه المسودة ليست التي وافقت علي إسرائيل وكان اتهاما واضحا ما رأيك فيما قاله سيد محمد إسرائيل لم توجه أصبع الاتهام بمباشرة ورسميا إلى مصر بل قالت بأن هذه المسودة لم توافق عليها إسرائيل وأنها لم تكن الوثيقة التي قدمت إلى إسرائيل هذا ما قالته إسرائيل لكنها كتبت في القاهرة ما معنى أنه عدد توجيه الاتهام إلى القاهرة وأي كتبت في القاهرة مرة ثانية إسرائيل طوت هذه الصفحة إسرائيل تعتمد على القاهرة كوسيد ولذلك قرر المجلس الحرب الليلة الماضية تفويد الوافد الإسرائيلي المفاوض استئناف الاتصالات مع مصر لكي تكون مصر كوسيط لتحريك الأمر المحاولة المتكررة للاستياذ بالمياه العكرة أو التي مضى عليها أسباعين بالرغم من أن إسرائيل لا تريد التعليق على هذا الموضوع وقالت بأنها طوت هذه الصفحة وتتطلع إلى المستقبل فلماذا مرة ثانية العودة تقرير منشور على وسائل العلامة أمريكية هذا هو الجديد هذا هو المستجد في الموضوع سيد شلوم وهو الذي أدى إلى رد القاهرة المستجد هو في قرار مجلس الحرب اعتماد الطلب من مصر استئناف مسائية الحميدة للتوصل إلى اتفاق والإفراج عن 128 مخطوفا إسرائيليا موجودين بأيدي حماس هذا هو الموقف الإسرائيلي هذه الليلة عذرني سيد شلوم سأعود إليك سيد محمد أبو الفضل نعم تريد أن أعرف أنك لديك تعليق وهنا أريد أيضا أن أسألك فيما قاله سيد شلوم كيف ستتنمن القاهرة إذن أن إسرائيل بهذه بما تتحدث عنه من نواية طيبة بأنها ستترجمها إلى أفعال على أرض الواقع في حال التآم المفاوضات هناك نقطتان في هذه المسألة النقطة الأولى أن قرار مجلس الحرب إرسال وفد مفاوضات إلى القاهرة هذا تجذيب مباشر لكل الإدعاة التي دشرتها سيد إن بالأمس فيما يتعلق بمسألة غير مسودة النقطة الأخرى وهي حديث بعض كبار المسؤولين الإسرائيلي فيما يتعلق بالمفاوضات مع حماس وضرورة عودة المفاوضات مرة أخرى وإن قدمت القيادة الإسرائيلية المزيد من التنازلات لحركة حماس بمعنى أن إسرائيل يمكن أن تقدم تنازلات أكبر فيما يتعلق بالجولة المقبلة وهي قد تكون هي الجولة الخامسة بعد باريس واحد واثنين وقتر والقاهرة قد تكون هذه الجولة هي الخامسة لكن هي النقطة المهمة أو الجوهرية في هذه المسألة هل لدى إسرائيل ولدى حكومة الحرب الإسرائيلية نوايا حقيقية للتوصل إلى صفقة أعتقد أن الأمور الإسرائيلية حاليا تبدو غير مهيئة بالمرة لعقد هذه الصفقة وإن كانت هناك ضغوط دولية وهناك ضغوط داخلية كبيرة على نتنياهو يريد امتصاصها أو يريد إطفاءها أو يريد تحكيمها بقدر إمكان أنت تعلمين غدا محكمة العدل الدولية قد تتخذ قرارا تاريخيا ومصريا فيما يتعلق بهذه الحرب وبالتالي تريد إسرائيل أن تبدو كأنها مرنة لكن السؤال الجوهرية هل نتنياهو على استعداد لعقد هذه الصفقة وربما تكون هذه الصفقة المتوقعة بشروط أكبر مما عرض على إسرائيل في الجولة السابقة إن أرادت القاهرة سيد شلومو جانور أن تتراجع إسرائيل عن محور فلاديلفيا الذي قامت بعمليات فيه وأن تسلم إدارة معبر رفح إلى أطراف فلسطينية لكي يتم استنافل المساعدات منه مرة أخرى بينما هي تقول أو هي تلوح بانسحابها من المفاوضات هل إسرائيل ستمنحها هذه المطالب بشكل صريح ممكن ربط موضوع المفاوضات حول المخطوفين بموضوع فتح معبر رفح أعتقد أن وهذا رأيي هذان موضوعان مختلفان تماما بالنسبة لمعبر رفح أعتقد بأن هذا هو موضوع لا يزال يتم حوله تتم حوله الاتصالات المختلفة بين البلدين وأيضا مع أطراف أخرى خاصة الولايات المتحدة موضوع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بأكمله تتم وتصل سواء عن طريق المنافذ الإسرائيلية الجديدة التي فتحت وأيضا عبر الرصيف البحري العائم الأمريكي كل هذا هو بمثابة ربما بديل ولكن بديل مؤقت ليس بديل نهاي لأن معبر رفح وبالصفاته المنفذ البري الرئيس لقطاع غزة عبر الأراضي المصرية وبالعكس هو المعبر الرئيس ولا يمكن أن تحل بحله منافذ أخرى سواء برية أو جوية أو بحرية ولذلك يجب إيجاد حل لهذا الموضوع وأن هذا هو موضوع يقع على عاطق مسؤولية الجانب المصري بالنسبة لموضوع المفاوضات طرح مصر يقع على عاطق الجانب الإسرائيلي فقط لا ننتهي عند هذه النقطة ويكون هناك تضليل للمشاهد يعني أنه الجانب المصري يقول أنه هذا الأمر على عاطق الجانب الإسرائيلي على كل إن انتهى وقتنا لهذه الفقرة شكرا جزيلا لضيفي في هذا الحوار من القدث الكتب والبحث السياسي سيد شلومو جانور وأشكر أيضا ضيفي من القاهرة الكتب الصحفي السيد محمد أبو الفضل شكرا جزيلا لكما